اشتركوا في القناة ربنا ارزقكم الجنة من غير حساب ولا صوبقة عذاب اللهم امين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله وما بدأيا الناس الجميلة العسل السكر اللي بتتفرج معنا تدينا لايك مجدع من الاول الفيديو عشان ايه دائما وباستمرار انا عارفة ان انتو بتنسوا اللايك معنا النهاردة وصفة من الوصفات الجميلة جدا 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 وان شاء الله باذن الله النكحة جدا واللزيزة جدا واللي ناس كتير خالص بتستصعبها وبتهالها انها حاجة صعبة وحاجة محدش يقدر يعملها مع ان الوضع سهل جدا جدا هنسمي ونتوكل على الله ونوضح الوصفة بتاعتنا اللي هي رز المندي بطريقة سهلة جدا جدا ويعني بصوا النتيجة اكثر من رائعة نتيجة نكحة جدا جدا مع رز المندي طبعا انا بعمل زوم عشان تشوفوا قد ايه حبات الرز جميلة عملنا نوع من انواع السلطات او المقبلات اسمها السلطة المشوية حاجة كده قريبة من الدقوس بس موضوع تاني حاجة تانية خالص خالص بسم الله ما شاء الله هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ في تجهيز الرز بتاعنا واول حاجة هنجهزها في رز المندي هو الرز عندي نوعية رز نوعا ما اللي هو الحبة الطويلة او العنبر الاتنين يمشوا واي نوع الرز يمشي لكن لو احنا عايزين النتيجة اللي هي يعني ايه بسم الله ما شاء الله عندي تلك كسات من الرز العنبر بتاعي او الرز العادي الرز البسماتي اي رز هي يمشي هاخدهم اخسلهم غسلك ويسة جدا جدا تحت الحنفية وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد ما غسلت الرز هنزل عليه بمية سخنة مية سخنة لازم وحتما في الوصفة دي ننقع الرز اقل شيء لمدة ساعة لازم ننقعه لمدة ساعة كاملة اغمر الرز بتاعي كله بالمية السخنة وبعدين اغطي عليه واسيبه على جنب ودي اول خطوة من الخطوات في تحضير رز المندي وافضل من رز المطاعم مليار مرة وتحدي الريحة والطعم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنحطه على جنب المدة ساعة كاملة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا بعد الساعة ساعة بالزبط لازم اصفيه كويس جدا واحطه في مصفة يعني في وقت لا يقل عن ربع ساعة احطه في المصفة ربع ساعة عشان كل المية اللي فيت الصفة كده اضمن ان الرز هيطلع جميل ومن فلفل وحبياته طويلة ونسري وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك هسيبه في المصفة دي اقل ربع ساعة او عشرين دقيقة لازم الرز يا جماعة يكون مفيش فيه ولا نقطة في مية بعد ما غسلته ونقعته في مية سخنة شوفوا الحاجات الصغيرة دي مهمة جدا جدا عشان هتدينا نتيجة بسم الله وماشاء الله اللهم بارك ولا اروع ندخل بقى ونشوف هنعمله ازاي في جدر فاضي على النار طبعا النار تكون شغالة عندي جدر فاضي مفيش في حاجة خالص اسمي واتوكل على الله وانزل ببصلايا جديرة مقطعة جطع صغيرة زي ما انتم شايفين محتاج اقلبها المدة الدقيقة علشان المية اللي في البصل تروح مش محتاجة مية في البصل هقلبها كده في الجدر زي ما انتم شايفين من غير اي حاجة خالص بسم الله وعلى بركة الله وبعد ما المية اللي في البصل تنشف اسمي وتوكل على الله وانزل شوية زيت صغير طبعا زيت مباشر مش زيت زيتون لأ زيت مباشر زي ما انتم شايفين حتى الجدر كان سخن والبصل قلبناه شوية الزيت على طول بسم الله ما شاء الله يعني ايه سوى البصل زي ما انتم شايفين مش محتاجة ان انا ولا اخليه اصفر ولا اخليه احمر ولا الحاجات دي خالص اسويه بس المدة الدقيقة وبعدين انزل عليه بمعلقة من الثوم المهروس مع جطعة صغيرة من الزنجبيل طبعا الزنجبيل فيه رز المندي بيدي له طعم ولا اروع بسم الله وعلى بركة كله طبعا احاول في الوقت ده انه انا نوعا ما اهدي النار شوية عشان اتهم ما يتحمارش مني انا مش محتاجة حاجة خالص تاخد لون تجابست يستوي شوية في الوقت ده عندي البهارات الصحيحة بتاعتي هسمي وتوكل على الله عندي عود ارفة اتنين حبة ليمون اسود ثلاث او اربع حبات هيل اتنين حبة مصمار او قرنفل اتنين ورق لورة اربع او خمس حبات فلفل اسود حب كل البهارات اللي هحطها بهارات صحيحة تسملناه على بركة الله هقلب البهارات مع التوم مع البصل محتاجة ان انا اه النكهة عندي بتاعة البهارات يعني تيجي كده جميلة مع التوم والبصل زي ما انتم شايفين هسمي وتوكل على الله وانزل بثلاث كسات من مرج دجاج او مرج لح عادي ولو ما فيش ده او ده بمية عادية برضو ما فيش حاجة وهيطلع حلو ان شاء الله باذن الله انا كان عندي نص دجاجة طبختها وحطيت ايه وخدت المرج بتاعها عندي اتنين فلسل احمر حرم احمر او اخضر بكفة يعني اللي انتم عايزين محتاجين نغطي على الجدر بعد ما نملحه طبعا نحط كمية ملح لاحظ ان المرج فيه ملح فحطيت حبة صغيرين هغطيه واسيبه يغلي لمدة خمس دقايق بحيس ان البصل يستم وهنا هسمي وتوكل على الله واشوف خلاص هنا الوقت المناسب اللي احنا نضيف فيه الرز طبعا زي ما قلتلكم الاهم حاجة في الرز المندي ان الرز يتنقع ساعة وبعد كده نسيبه ربع ساعة يتصفى هنا الرز هو نقعته وصفيته وحطيته في المصفى لمدة ربع ساعة زي ما انتم شايفين مفيش فيه ميا ولا اي حوى خالص ناشف بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هسمي وتوكل على الله واضيف الرز على المرج بتاعي زي ما انتم شايفين كده طبعا في الوقت ده حاول اول خمس دقايق او بالضبط لحد المرج اللي على الرز كله ما ينشف وتبدأ حبات الرز النار هتبقى عالية مش وسط ولا ولا وطية هتبقى عالية زي ما انتم شايفين انا بحاول بس قلبه بالراحة كده بس انا هنا كنت بحاول اطلع ارن الفلفل التاني عشان يبقى فوق مش حابة يكون تحت حابة يكون فوق عشان يدينا شكل جميل بسم الله على بركة الله طبعا ما ننساش ان الرز ده منقوع لمدة ساعة كاملة في مياه سخنة يعني مش هيحتاج مرج كتير الكاسة الرز بعد ما يتنيع ساعة عليها كاسة من المرج او كاسة وشوية صغيرين زي ما انتم شايفين طبعا ده بيرجع لنوعية الرز اللي انتم بتستخدم وفي رز ممكن ياخد اكتر زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله طبعا انا بحاول انزل كل الرز هغطيه واسيبه على نار علي هنسمي ونكوكل على الله ونشوف الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين خلاص كل المرج اللي كان عليه بدا يختفي والرز بدا يظهر عندي في الوقت ده ههدي عليه هخليه على نار هدي اساسي لازم هدي عليه بسم الله ومشاء الله اللهم باري وهنا هنقول بسم الله وعلى بركة الله والخطوة من الخطوات المهمة جدا جدا عندي هنا بالضبط بما يعادل نص كاسة من مرج الدجاج هحط عليه ربع معلقة صغيرة من بديل الماجي هو المفروض في الخطوة دي الناس بتحط مكعب ماجي بس الامانة انا مش حاب الماجي ولا باستخدمه ولا بدخله بيتي فانا عندي حاجة حلوة جدا اسمها بديل الماجي للناس هي عبارة عن بهارات كلها بهارات مشكلة في حد كده في ابها بيعملها وبيعملها حلوة جدا جدا صراحة من يوم ما جبتها وجربتها محدش يقول لي بقى لماجي ولا ملح الملح اللي هو الصيني ولا الحاجات دي خلص حاجات دي بتضر الكلا جماعة دي بهارات عادية فيش فيها حاجة اسمها بديل الماجي جبتها منين جبتها من سوق الثلاث فيه ناس بيبعوها هناك تحفة 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 طعم وريحة وبسم الله ما شاء الله هنقول بسم الله وعلى بركة الله وتقريبا كده هي دي اخر مرحلة اللي هو بدرة الزعفران عندي ملعقتين من مرج الدجاج او مية عادية عادي ما فيش مشاكل هاخد شوية صغيرين كده على طرف المعلقة وحطهم في معلقتين المرج وادوبهم كويس جدا وده بس هديني كده حبات رز جميلة لونها برتقالي هتفرق جدا في الشكل يعني بس هنسمي ونشوف طبعا عندي الرز هنا يعتبر استوى خلاص دخل في مرحلة الاستواء هسمي واتوكل على الله واخد كده من الخليط اللي انا عملته بدرة الزعفران مع مرج الدجاج مرج الدجاج اللي هو المرج السائل محدش يحطه بباله مرج الدجاج التاني انا استخدمهش خالص ولا عمري في حياتك طنعت به زي ما انتو شايفين كده بس احاول ان انا ايه اوزع على الجدر بتاعي عشان يديني حبات رز ملونة بسم الله وعلى بركة الله واللي عنده زعفران ممكن يستعين بشوية زعفران مع المرج انا ما عندي زعفران فبستخدم البودرة بسم الله وعلى بركة الله وتقريبا كده هنا اللحظة الحاسمة لحظة ايه لحظة ان احنا خلاص لازم نقلب رز المندي بتاعنا مش قادرة وصف لكم الريحة الريحة بسم الله ما شاء الله والطعم اللهم بارك طيب يفضل بقى في الوقت ده ان احنا نقلبه بالروحة جدا وبشوكة الشوكة هي الوحيدة اللي ما بتخليش الرز يتكسر ولا يخرب مننا نقلبه بالروحة كده ناخد من الاسفل الى الاعلى بالشوكة زي ما انتم شايفين مش قادرة اوصف لكم الريحة في حركة ناس كتير جدا بتسويها اللي هي حتة فحم مولعة على النار ونحطها في ورق فيل وبعدين نكب عليها زيت او سامنة ونحطها على جدر الرز ونغطيه عشان نعبيه كله بساني اكسيد الكربون لا انا الحركة دي حتى لو بتدي لأكل طعم حلو انا لا افضلها ليه لان احنا يعني بنعمل مصيبة بنعمل كارثة من غير ما ننتبه غير مقبولة يا جماعة الحمد لله رب العالمين خلصنا من رز المندي حاجة كده فاخر من الاخر ندخل على الصلطة اللي انا حاب اعملها معاكم النهاردة وهي صلطة حلوة جدا 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 هنقول بسم الله وعلى بركة الله عندي واحد فلفل احمر بارد عندي بصلايا كده محترمة عندي اتنين تلاتة فص توم عندي اتنين فلفل حر عندي ايه تاني هنشوف مع بعض عندي طماطم عندي حباة ونص طماطم طبعا يا جماعة الصلطة دي او الصلطة دي اسمها صلطة مشوية تقدم مع الكبسة بص مقبلات رهيبة رهيبة انا حابة تجربوها وتقولولي رأيكم هتعجبكم جدا 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 هنزل بالطماطم اقطعها كده حلقات مكعبات اي حاجة زي ما احنا عايزين عندي اتنين فلفل اخضر حر عندي واحد فلفل والسر كله في الفلفل الاحمر ده لما بيتشوي مع الطماطم مع البصل مع التوم انسو خلاص موضوع تاني خالص هسمي وتوكل على الله وحطوهم في الصينية اللي انتو شايفين هدي وقطعهم زي ما انتو شايفين كده وطبعا اساسي جدا طبعا ان انا احطوهم في الفرن عندي فرن احطوهم في الفرن فرن البتجاز فرن قهرباء اي حاجة هسمي وتوكل على الله وانزل بشواب ملح مع كمون مع كزبرة زي ما قلتلكم دي خلطة انا بعملها عندي وطبعا اساسي اساسي حبيبنا زيت زيتون الجوف هنسمي ونتوكل على الله ونحط شوية محترمين كده على كل الحاجات دي وبعدين نحطها في الفرن انا بما اننا طبعا يعني ايه عندي الخبزة في المطبخ على الرخيمة هسمي وتوكل على الله وحطها في الخبزة وطبعا بتاخد في الخبزة حوالي 20 دقيقة زي ما انتو شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا ده بعد تقريبا كده بعد 10 دقيقة محطتها بتتغلغل وبتستوي بعد شوية كل الخضار اللي انتو شايفينه ده هيتشوي هتحس انه هو خضار ما شوي طريقة حلوة جدا طريقة صحية جدا النتيجة اكثر من رائعة الصلطة تحفة تحفة مع الكبسة مع الكبسة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هتعجبكو جدا هنا خلاص هشيل الخضار بتاعي ده كله وحطه في الكبه زي ما انتو شايفين كده وعصرة ليمونة بإيدنا اليسار اللي هي مش قادرة هتوعصر بسم الله على بركة الله انا كنت بصور بإيد اليمين وايه بعصر الليمونة بإيد اليسار فمعليش بقى حاولت 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 سبحان الله ولا اله الا الله الإيد اليمين فيها قوة المهم هغطيها وروح افروم هفرمة كويسة جدا في الكبه زي ما انتو شايفين وأوريكو شكلها بعد ما تتفرم ريحة بسم الله ما شاء الله ايه دي الصلاة المشوية بتاعتنا حاجة كده فخر من الآخر مقبلات جميلة ولذيذة وجديدة وهتعجبكو جدا جدا وفيها حرارة كده بصوا لذيذة يعني تحبوا تاكلوها دي الكمية اللي احنا عملناها ممكن نعمل كمية كبيرة بس التبريد يكون قوي شوي حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ادونا لايك مجدع عشان الصلاة الجميلة دي عشان جديدة واول مرة اعملها معاكم في القناة وهتعجبكو جدا 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 هنسمي بقى ونتوكل على الله ونبدأ نقدم رز المندي بتاعنا بالطريقة الجميلة السهلة الحلوة النجحة اللي انا عملتها معاكم ودي الصلطة اللي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اتمنى بقى الناس الجميلة العسل والسقر اللي بتتفرج معنا ما تنساش لايك وتديني لايك مجدع فضلا وليس امرا نسمي ونقدم الرز بتاعنا بسم الله وهنا هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ نقدم رز المندي الجميل اللي انا عملته معاكم زي ما انتم سمعين كده نثري جميل مفلفل يعني صوته صوته يعبر عن طعمه بسم الله وعلى بركة الله زي ما انتم شايفين كده اخر جمال اخر فخامة اللهم صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وطبعا دي نص الدجاجة الجميلة اللي كانت عندي اللي انا طبختها حلوة جميلة فضل ونعمة من ربنا الرز مش محتاج حاجة الرز يا جماعة طعمه وطح فاللهم صلي على النبي اخر جمال واخر فخامة بسم الله ما شاء الله وهي دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة رز المندي بطريقة سهلة جدا جدا وبصوا اتحدى انها اجمل من المطاعم مليار مرة يعني اقل حاجة خالص تخليني فخورة بالوصفة دي ان ما حطناش فيها اي مناكهات مضرة لا حطينا فيها ماجي ولا حطينا فيها الملح اللي هو ملح الصيني ده ولا حطينا فيها فحم محروق وغلفنا الرز بساني اكسيد الكربون لا خالص عملناها بطريقة جميلة وطريقة ان شاء الله بإذن الله انها صحية وطريقة سهلة ونتيجة بسم الله ما شاء الله اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي بنفسكم ايه رأيكم في طريقتهم معبود سهلة صعبة زبطت معاكم ما زبطتش حبا ان انا اوريكم حبات الرز بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بصوا ريحته بس تفتح النفس الريحة الوحيدها والله العظيم تفتح النفس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ده نهيكم بقى عن جمال الرز وحبات الرز بس اتبعوا الخطوات اللي انا عملتها في الاول مع الرز اللي هو غسلوا المدة اه نقعوا المدة ساعة في مياه سخنة وتصفيتوا لمدة عشرين دقيقة ودي الصلاة الجميلة الصلاة المشوية اللي انا عملتها معاكم اتمنى ان هي تعجبكم اتمنى بقى في نهاية الفيديو اعجبكم الفيديو الجميل العسل السكر الناجح ده تدوني لايك